سهلة سهلة هي سهلة هي شباب النادي الأهلي أبناء النادي الأهلي أبناء النادي الأهلي اللي على مدار تاريخه أبنائه هم كانوا الركيزة الأساسية وكانوا السبب مباشر وأساسي في فوزه ببطولات كثيرة وإنجازات عديدة سهلة هجماعة في شباب في الأندية دي كتير بصراحة شديدة زي ما شفت النهاردة أحسن من الأسماء الكبيرة الكبيرة سمعة مش أداءاً الكبيرة سمعة اللي موجودة في الأهلي والزمالك والإسماعيل والمصر وبقى الأندية هتقول لي أنت كده بتهاجم اللعيبة الكبيرة اللي في الأهلي لا طبعاً لا طبعاً ما هو اللعيبة الكبيرة دي برضو اللي عملت إنجازات عظيمة واستثنائية في تاريخ النادي الأهلي بس ما فيش مانع ما فيش مانع ده خلوها العادة يعني لو اللعيب كبير عندي عنده هبوط في المستوى أشوف البديل بتاعه من الشباب اللي عندي لو عندي لعيب أصلاً من اللعيبة الكبيرة عنده بقى مستوى غير جيد محمد أشرف زائر أيسر والأهلي كان يعاني لفترات طويلة من سؤال مين بديل علي معلول في الجانب الأيسر أو بمركز الزائر الأيسر في النادي الأهلي محمود وحيد لم يوفق بصراحة سنوات بقى له سنوات في النادي الأهلي ولم يظهر بشكل كبير ولم ينتهز أي فرصة خده أيمن أشرف يعني اتثبت أكتر في مركز السنتر باك أو المدافع فدايمن الأهلي كان يبحث عن ظاهير أيسر ما هو ما هو الراجل عنده يعني حاجات حلوة محمد أشرف أحمد سيد غريب مهاجم وأحمد سيد غريب تحديداً الأهلي المباريات الماضية كان بيلعب بحسام حسن فقط مهاجم ومعندوش بديل لما كان شريف مصاب وبرسي تاون مصاب مالوش بديل ما تصعد أحمد سيد غريب حطه حتى عددك خليه معاك خاصة أنه هو موهوب ليه لأه ليه لأه ماشي زياد طارق موهبة موهبة ومحتاجة سكر طيب فيه نقطتين مهمتين أول نقطة أنه اللعبين الشباب دول النهاردة عملوا مباراة كبيرة هل ده معناه أن من الضرورة أو بالضرورة المباراة اللي جاي هيعملوا مباراة كبيرة ممكن يخسروا وممكن يقدوا بشكل مش كويس هتقول لي ما أنت كنت رسي بتقول عليهم لعيبة عظيمة وهي لا لعيبة مبشرة لعيبة مبشرة يعني ممكن يكملوا على نفس المستوى ممكن يبقى عندهم ثابات في المستوى ويتقلقوا أكتر كمان الفترات اللي جاية والحاجة التانية ممكن يبقى عندهم التفاوت عند معظم اللاعبين المصريين يلعبوا مباراة كويسة مباراة اللي بعدها مش كويسة لعبوا مباراة كويسة اللعبوا مباراة مش كويسة طيب ده هتوقف على إيه هتوقف على مدرب هنا بقى دور سوارش أنه يشتغل معاهم فرديا يشتغل معاهم تيكتيكيا يطور من أدائهم زي ما حصل من فيريرة في الزمالك لما طور لعبين شباب مميزين في نادي الزمالك وخلاهم وكأنهم بلعبوا بقالهم فترة السوارش هيعمل ده وممكن يكون عمل ده في التدريبات وممكن يكون يشتغل عدوة أشكال العباة دي ظهرت بشكل كويسة النهاردة وممكن يشتغل أكتر طبعا ولازم يشتغل أكتر الفترة اللي جاية دي نوتا